شاهدين الكرام أهلا بكم إذن بعد خمس عشرة ساعة من عمليات البحث بالغة الصعوبة أعلنت إيران وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحط طائرة مروحية كانت تقله ووزيرة الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد من المسؤولين بمحافظة أذربيجان الشرقية بدوره قال الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر إن وفاة رئيسي لن تخلق فراغا في إدارة البلاد وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء تشكيل ست لجان لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية يأتي هذا بينما تتوالى التقارير عن ملابسات حادثة تحطم المروحية التي أودت بحياة رئيسي ومرافقي إذ قالت تركيا والتي شاركت بالفعل في عمليات البحث إن الطائرة لم تبعث أي إشارة فيما نفى مسؤول أمريكي وجود أياد أجنبية وراء ما حدث ترجمة نانسي قنقر لقد كان حادثا خطيرا ومصفا لنا جميعا مشعر بلاسف والأسى لكن فيما يتعلق بالإدارة وسير الأمور الجارية في البلاد يجب أن يطمئن الناس إلى أنه لن يكون هناك أي اضطراب معاون رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية عين ست لجان لهذه الأيام في مجال اللجان التنفيذية والمراسم التي يجب أن تقام في هذه الأيام هذا المصاب الجلل حقيقة نزل علينا كالصاعقة المحرقة ونعزي الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية بهذا الحدث وإنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك نحن نشعر بالأسى ونقدم تعازي للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية أيضا في إيران والجهزة الإيرانية والنقاش ينضم إلينا عبر الإنترنت من تهران الدكتور حسين روي ورهان أستاذ العلوم السياسية في جامعة تهران أحييك دكتور حسين كما أحيي أيضا ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن الدبلوماسية الأمريكية السابق ويليام لورنس أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في واشنطن أهلا بك معنا سيد ويليام أبدأ معك دكتور حسين دائما تكون الساعات الأولى بعد وفاة أي رئيس أو غياب أي رئيس هي ساعات صعبة في الدولة لعل البعض يقول أنها من الممكن أن تحدث بعض الإشكاليات أو بعض الارتباك هل نستطيع أن نقول أن ساعات الارتباك إذا صح هذا التعبير مضت وانتهت والأمور تسير بشكل طبيعي وفقا لما ذكره بعض المسؤولين في هذا السياق أم ماذا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء نعم في نظام يعني يكون عموده الفقري شخص قد يحدث ما يحدث مع افتقاد هذا الشخص ولكن في إيران هناك دولة مؤسسات وهناك دستور يحدد فيما إذا شغرت أحد المواقع يعني اليوم صباحا وحتى قبل أن يبدأ الوقت الإداري يعني الساعة الثامنة رأينا أي عاز مرشد الثورة الإسلامية في تطبيق القرار الأصل 131 من الدستور الإيراني في يعني الطلب من نائب الرئيس بالقيام بمهام الرئيس في مدة خمسين يوما والقيام بالانتخابات الرئاسية بالتعاون مع القوة التشريعية والقضائية كما ينص عليه القانون هذا يعكس أن هناك آليات وهناك انسيابية كبيرة في آليات الاستخلاف السياسي في إيران من هنا اليوم كان طبيعيا جدا في إيران لم تكن هناك يعني رغم أن الحزن كان يلف الجميع ولكن الوضع كان طبيعي وعملية تنفيذ المواد القانونية في هذه المسألة تمت بسلاسة ونائب رئيس الجمهورية السيد محمد مخبر قام بلقاء رئيس القوة القضائية وكذلك القوة التشريعية وبسرعة قياسية قام بتشكيل ستة لجان لأن يكون هناك خارطة طريق للانتخابات متى يتم الترشح ومتى سيكون يوم الانتخابات والتسليم إلى الرئيس المنتخب من خلال هذه الانتخابات ابقى معي دكتور حسين سيد ويليام لورنس سؤال الآن يتعلق بكيف سينعكس وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومعه عدد من كبار القيادات السياسية وزير الخارجية على المحادثات الأمريكية الإيرانية خصوصا أن اليوم تحديدا وفي تصريحات تعتبر الأولى من نوعها أكدت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في عبر عمان فهل من الممكن أن نقول أن هذه الحادثة ربما تعجل بمزيد من التقدم في هذه المحادثات أم لا نعم نعم ربما ولكن ليس على الأقل خلال الأيام الخمسة القادمة نعم كان هناك تحليلات كثيرة في وسائل الإعلام الغربية وغيرها من وسائل الإعلام والتي أشارت إلى أن حالة الوفاة ربما ستؤدي إلى تغييرات جدرية في إيران أو ربما لا تؤدي إلى أي تغييرات وكل التحليلين خاطئان هذا من شأنه ربما يخلق فرصة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية على المدى المتوسط لأن تتقدم وكذلك فيما يتعلق بترتيبات أخرى تتعلق بقوى المقاومة أو دول المقاومة لأن تصل إلى حل الآن إيران ستكون من شغلة ومشغولة بشغونها السياسية الداخلية وربما سيكون هنا لك فرصة لتوافق إيران على أمور قد تؤدي إلى تحقيق السلام في المنطقة ولذلك أعتقد أنه في الوقت الذي تمر فيه إيران تمر فيه بفترة حداد ربما هذا ينطوي على بعض الفرص التي يمكن أن تستغل لتحتقيق تقدم على مستوى الوضع في المنطقة سيد وليام اليوم البيت الأبيض في تصريحاته قال قدمنا تعزينة في وفاة رئيسي حسب الاقتضاء وللدعاء وهذه نقطة مهمة سيد وليام للدعاء بأن العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن تحطم الطائرة لا أساس لها من الصحة اسمح لي حتى لو لم تكن مسؤولة عن تحطم الطائرة بعض الخبراء تحدثوا أن إيران بسبب هذه العقوبات ربما عجزت عن أن تتحرك بسرعة وفاعلية فيما يخص البحث عن الطائرة في الساعات الأولى ومن قال هذا الكلام على سبيل المثال وزير الخارجية الإيراني سبق جواد ظريف ما رأيك وليام في هذا الطرح ما من شك بأن العقوبات لعبت دورا هنا وربما رأينا إيران تقوم باستخدام طائرة عمرها حوالي 60 عاما ولا تتوفر قطع غيار لها وهذه الطائرة طائرة أمريكية وكذلك هناك طائرات أمريكية تستخدم قديمة تستخدم في إيران وسلاح الجو عانى معاناة شديدة سيما أن الطائرات الإيرانية لم تكن بنفس الكفاءة رغم براعة الطائرين والمهندسين الإيرانيين وربما هذا يكون أحد الأسباب التي قد تستدعي قلب صفحة العقوبات وإنها العقوبات إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني وكذلك فيما يتعلق ببعض القضايا العالقة كما فعلت إيران كما فعلت السعودية مع إيران ولذلك أعتقد أن العقوبات ليست بريئة إذا ما صحت أبير فهنا لك ضحايا سقطوا جراء تلك العقوبات أيضا خلال جائحة الكوفيد الإيران رفضت تلقي لقاحات أمريكية لأنها أمريكية وإذا أن الأمر نتعامل معه من وجهين إذا ما صح التعبير فالعقوبات نعم تسببت في معاناة الشعب الإيراني دكتور حسيني تتفق مع سيد وليام لورنس العقوبات ليست بريئة في هذا السياق أم لك رأي آخر يعني أولا العقوبات هي تستهدف إيران من دون استثناء يعني تستهدف الحكومة وتستهدف الشعب في نفس الوقت يعني دعني مثلا أقول أنه في موضوع مرض الفراشة لحد الآن هناك سبعمائة مريض مات بسبب قدم وجود الأدوية وأمريكا تحتكر الأدوية في هذا المجال نعم في بعض المجالات استطاعت إيران أن توجد بدائل في مجال الأدوية ولكن في هذا المجال بالتحديد لم تستطع من هنا هل أمريكا مسؤولة نعم أمريكا مسؤولة يعني حتى المشرع الأمريكي الذي فرض العقوبات قال باستثناء المواد الغذائية والأدوية ولكن في التطبيق العملي ليس هناك استثناء لماذا؟ لأن لا يمكن لإيران أن تحول دولار واحد حتى للشراء هذه الأدوية أو الأغذية وهذا يعكس أن ما تقوم به أمريكا كحكومة هو جريمة بحق الإنسانية وما طرح من قبل محكمة العفو الدولية من أن العقوبات هي نوع من الجرائم ضد الإنسانية قبل سنوات هو يعكس هذه الحقيقة ولكن لأن النظام الدولي قائم على القوة لا نرى إنعكاسات لهذا القرار القانوني من قبل هذه المحكمة حول العقوبات الأمريكية وهناك شواهد كثيرة في هذا الإطار أن أمريكا من خلال العقوبات تمارس الموت البطيء على الشعب الإيراني في بعض المجالات لكن دكتور حسين يمكن أن لا أتحدث عن تأثير العقوبات بشكل عام وبالتأكيد كما ذكرت أنت هي أثرت في الكثير من المجالات داخل إيران لكن أن يسارع البيت الأبيض بقوله بأن العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن تحطم الطائرة لا أساس لها من الصحة هذا ما جعلني أطرح هذا السؤال في هذه الواقعة تحديدا واقعة طائرة أو مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي كانت العقوبات سبب رئيس بشكل أو بآخر من أسباب سقوط الطائرة من أسباب عدم الوصول إلى مكان تحطم المروحية بشكل سريع مما استدعى من إيران أن تحاول أن تأتي بمساعدة من الخارج كما رأينا من قبل تركيا يعني أولا يعني تصريح السيد الظريف هو سياسي بالشكل الحام لأن أولا إيران الآن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في الحادث وهذه اللجنة ستصدر رأيها فيما بعد بعد استكمال التحقيق لماذا سقطت هذه المروحية هل هو بسبب من قائد الربان هل هو بسبب نقص فني هل هو بسبب العواصف هل هو سبب مثلا تفجير على سبيل الافتراض يعني كل هذه الأمور هي مطروحة واللجنة التي المودجة بالتحقيق هي مكلفة بكشف الحقيقة مهما كانت للمجتمع الإيراني والدولي ولكن على سبيل المثال لو كان سقوط الطائرة نتيجة خلل فني نعم أمريكيا قطعا تتحمل المسؤولية لأنها من خلال هذه العقوبات استهدفت حياة الإيرانيين ومنهم السيد رئيسي والفريق المرافق له بالتأكيد أنت تقصد استهدف عام ولكن ليس استهدف مباشر بالتأكيد هذا ما فهمته دكتور حسين لكن اسمح لي أنا أريد أن أعود للسؤال الذي طرحته منذ قليل على سيد وليام لورنس المتعلق بتأثير وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على العلاقات عموما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات التي على ما يبدو بدأت في ما يخص البرنامج النووي الإيراني هل سيكون لذلك نعكاس أم لا السؤال لك دكتور حسين السؤال لي نعم دكتور حسين تفضل عفوا إذا ممكن تكرر السؤال السؤال ببساطة هل وفاة الرئيس الإيراني من الممكن بشكل أو بآخر ينعكس على العلاقات الأمريكية الإيرانية خصوصا في ملف التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني أم لا يعني لا أتصور أنه ينعكس على العلاقات أو المفاوضات الجارية بالأحرى لأن أولا إيران حريصة على رفع العقوبات ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مفاوضات مع أمريكا وأمريكا مهتمة جدا بسلمية البرنامج النووي الإيراني ولا تستطيع أن تتأكد من هذا إلا من خلال الاتفاق مع إيران ضمن هذه الرؤية هناك حاجة ثنائية ومتقابلة بين الطرفين لمفاوضات تفضي إلى رفع العقوبات يعني موضوع العقوبات ثانيا هي لم تؤدي غرضها أمريكا أرادت أن تفرض هذه العقوبات كي تستسلم إيران أمام ما تريده أمريكا ولكن إيران الآن سنوات وهي تعيش حياتها صحيح هناك تعقيدات وهناك ضغوط لا يمكن أن ننكرها ولكن بكل حال إيران تجاوزت العقوبات التفت على العقوبات وتمارس حياتها بشكل طبيعي من هنا يعني أمريكا لحفظ كرامتها يجب أن ترفع هذه العقوبات لأن العقوبات هو السلاح أمريكي إذا كان هذا السلاح فاشل في تحقيق أهدافه فعلى أمريكا أن تسحبه من التداول لأنه يشكل يعني لا يشكل شيئا إيجابيا لأمريكا في ظل هذا الصمود الإيراني أمام العقوبات أعود إليك وليام لورانس مرة أخرى كان هناك خبر عاجل منذ قليل نقلا عن البيت الأبيض أن إيران طلبت من أمريكا بعض المساعدات اللوجستية في البحث عن طائرات الرئيس لكن أيضا يعني بعض الإشكاليات اللوجستية هي ما حالت دون أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية هذه المساعدة على حد نص بيان البيت الأبيض تعتقد أنه لو كانت دولة أخرى غير إيرانية التي طلبت المساعدة كان من الممكن أن نرى يعني موقف آخر أكثر سرعة وفاعلية في التعامل وفي مساعدة إيران أم لا 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 أعتقد الولايات المتحدة تفخر بقدرتها على تقديم المساعدة في حالة العزمات سواء كانت روسيا كوريا الشمالية والصين وحتى أسوأ أعدائها إذا ما طلبوا مثلا مساعدة من الولايات المتحدة في جهود البحث والإنقاذ فإن الولايات المتحدة دائما تهرع إلى ذلك فالولايات المتحدة تملك الدراي والمعرفة الفنية والتقنية وهذا مشابه لبناء الرصيف العائم الذي كان لا ينبغي أن يبنى أساساً ولكن هرعت الولايات المتحدة القيام بهذه الخطوة من أجل تمكن إدخال المساعدات الإنسانية عندما أغلقت إسرائيل المعابر ونعم فيما يتعلق بجهود البحث والإنقاذ فإن العقوبات أعاقت قدرات إيران على القيام بإجراءات البحث والإنقاذ وهذا ما بطأ من عملية العثور على موقع الحادث ومرة أخرى الولايات المتحدة لن تتردد في تقديم المساعدة المتبادلة وخصوصاً في حالات الكوارث طيب سؤال أخير لك ويليام متعلق للحقيقة بما يعرف يعني دبلوماسية الكوارث إيران بالتأكيد هي كانت في كارثة وما زالت بسبب وفاة الرئيس بهذا الشكل وعزيل الخارجية وبعض القيادات هل من الممكن أن تكون هذه هي فرصة لتقارب أمريكي إيراني تقليل حدة العداء بين البلدين هل هذا وارد لا أتحدث هنا فقط عن مسألة المفاوضات المتعلقة بالبرنامج الإيراني أنويه الإيراني لكن بشكل عام العلاقة بين أمريكا وإيران هل من الممكن أن تتغير للأفضل بسبب هذا الحادث أم لا وأنت تطرح هذا السؤال بقبعة الدبلوماسي وربما يكون لك وظيفة أخرى كالدبلوماسي ولكن أنا أقول نعم هناك إمكانية بالنسبة للمفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي وكذلك التعاون في مجالات كثيرة أخرى بين البلدين نعم هناك مشاعر سيئة لدى الولايات المتحدة تعود إلى عام 1979 وكل ذلك حروب الحروب بالوكالة التي تشهدها المنطقة ويعتبرها غير ضرورية وغير مبررة من كلا الطرفين ولذلك أعتقد أن هناك فرصة دبلوماسية لعادة ضبط العلاقات بين البلدين وأتوقع أنه عندما يتم ترشيح الترشح من سيشغلون المنصب الرئاسي فننتظر من سيخوض الانتخابات وأعتقد أن معظم سيكون من المحافظين وأرجو أن أكون مخطئا في ذلك ولكن إيران أعتقد أن المفاوضات المباشرة بين البلدين ستكون فكرة جيدة إذا ما رغبت أو أرادت إيران ذلك وليام لورنس أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في واشنطن شكرا جزيلا لك وليام أعود إليك دكتور حسين مرة أخرى ماذا عن الرئيس المؤقت الدكتور محمد مخبر هل تتوقع أن يكون له النهج جديد مغاير عن الرئيس إبراهيم رئيسي أم لا سيسير على نفس النهج بأنه كان النائب الأول لرئيسي يعني في تصوري أن اختيار أساسا محمد مخبر نائبا للسيد الرئيسي بسبب التطابق في وجهات النظر والسياسات وهو لن يخرج عن المسار الذي حدده السيد الرئيسي ولكن هو الآن في فترة انتقالية خمسين يوم ليس إلا وهو سيكون مشهول بشكل كبير في موضوع الانتخابات وما يتمخض عنها وكيفية يعني نقل الدولة إلى الرئيس المنتخب ضمن هذه الرؤية لا أتصور أنه في هذا الفترة سيخرج عن هذا الإطار ولكن هناك احتمال أن يترشح هو للرئاسة وهذا قانونا يحق له وإن كان في موقع المسؤولية يعني هل هو الآن لحد الآن ليست هناك تسريبات في هذا الإطار ولكن إذا أراد أن يترشح هو بشكل أو بآخر يطرح نفسه كوريد للراحل رئيسي في تصوره ويستطيع أن يستقطب الكثير من الأراء رغم أن التنافس لن يكون سهلا مع قيادات أخرى في التيار الأصولي المحافظ كالسيد محمد قليباف رئيس البرلمان الحالي وأحد المرشحين الأساسيين الذين يمكن أن ينزلوا إلى هذه الانتخابات نعم ابقى معي دكتور حسين لأذهب إلى نقطة متعلقة بما كنا نتحدث فيه الآن شاهدين الكرام الرئيس المؤقت محمد مخبر رئيس الإيراني المؤقت هو سياسي إيراني من موليد عام 1955 حاصل على شاهدتي الماجستير والدكتورة في القانون الدولي مقرب من المرشد الأعلى للجمهورية علي خمناء وكان ضابطا بارزا في الحرس الثوري إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي سطع نجمه بعد توليه رئاسة لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني الذراع المالية لمكتب المرشد الأعلى منذ 2007 وحتى 2021 وفي مدرجة مخبر ولجنة تنفيذ أوامر المرشد على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كان محمد مخبر أول اختيار لرئيس كنائب أول له بعد توليه منصبه في أوائل 2021 وحينما شاغل منصب النائب الأول للرئيس تم تكليفه بتنفيذ أولويات السياسة الداخلية والخارجية للمرشد الأعلى كما أنه بسبب المنصب يشارك في مداولات المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه رئيس الدولة وهو أيضا عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام مخبر كان مسؤولا أيضا عن تنفيذ رؤية المرشد الأعلى لما يعرف في إيران باقتصاد المقاومة لتحييد العقوبات الدولية وبرز دون بقية المسؤولين الاقتصاديين قويا في الإدارة وكان مخبر مقربا جدا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكان حاضرا بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية وقام بزيارات للعديد من الدول وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين أعود مرة أخرى لضيف دكتور حسين كنا نتحدث عن الرئيس المؤقت محمد للحقيقة لفت نظري أمر أنت ذكرت الآن بأن الرئيس المؤقت من الممكن أن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بعد هذه انتهاء الفترة الانتقالية في هذه الحالة ما هي حظوظ مخبر لأن يبقى رئيسا منتخبا في إيران للسنوات القادمة يعني السيد محمد مخبر هو خيار الرئيس الراحل رئيسي هو ليس خيار التيار الأصولي المحافظ إذا يعني عندما تحدث الانتخابات يكون هناك مرشح للتيار المحافظ السيد مخبر هو يمكن أن يستحمد على ميراث الرئيس رئيسي ولكن لن يستطيع أن ينفرد كمرشح للتيار المحافظ من هنا يعني إذا استطاع أن يقنع التيار المحافظ أن يكون هو مرشح هذا التيار قطعا سيفوز في الانتخابات ولكن إذا لم يستطع ويكتفي بميراث الرئيس رئيسي أتصور أن التيار المحافظ بسبب أنه تنظيم يمتلك قواعد اجتماعية يمتلك ناقبين من الصعب جدا أن يفوز السيد مخبر أمام مرشح من تنظيم يعني يمتلك قواعد اجتماعية والسياسية نعم ابقى معي دكتور حسين لنذهب إلى شخصية مهمة أخرى على الأقل في الوقت الحالي وهو السيد علي باقري كيني وزير الخارجية الإيراني الجديد وهذه هي صورة السيد علي باقري ارتبط اسمه بالمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قاد فريق بلاده التفاوضي في فيينا وعدد من العواصم العربية يعد باقري من الطيار المحافظ وكان مساعدا لكبير المفاوضين الإيرانيين سيد سعيد جليلي شغل باقري منصب أمين سر لجنة حقوق الإنسان في إيران ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية بين عامي 2019 و2021 عينه وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان مساعدا له في الشؤون السياسية عام 2021 بعد فوز إبراهيم رئيس في انتخابات الرئاسة ثم ترقى باقري في مراتب المسؤولية إلى أن وصل إلى منصب نائب وزير الخارجية وظل في هذه المسؤولية إلى أن تم تعيينه وزيرا للخارجية خلفا لعبداللهيان بعدما توفي الأخير رفقة رئيسي ومسؤولين آخرين في تحطيم الطائرة المروحية عود مرة أخرى للدكتور حسين دكتور حسين ماذا تعرف أنت شخصيا عن السيد سيختلف عن الراحل عبداللهيان أم سيسير على نفس السياسة خصوصا فيما يخص علاقات إيران بدول الأقليل يعني في تصوري أن السيد باغري كني سيستمر على نهج السيد عبداللهيان لماذا لأن السياسات الإيرانية هي تتخذ في مجموعة من الدوائر ولا تتخذ في مكان واحد وهو وزارة الخارجية يعني القائد أو المرشد الأعلى هو جزء من آليات القرار مجلس الأمن القومي كذلك وزارة الخارجية ومجلس تشخيص مصلحة النظام إلى آخره في إيران هذا التعدد مراكز يعني نعم اختلف الآن الوزير من هنا ما دامت هذه الأماكن هي ذاتها أتصور أن الاتجاه الذي سيتحدد هو ذاته السيد باقري كان هو كان الشخص الثاني في الوزارة من الطبيعي أن يكون هو من يقوم بتصريف الأعمال في هذه الوزارة خلال هذه الخمسين يوما ولكن يجب أن لا ننسى أنه كان أحد الأسماء المتداولة إلى جانب السيد أمير عبدالله يان لوزارة الخارجية وعندما رست الأمور على السيد أمير عبدالله يان أصبح هو نائب الوزير من هنا أتصور أن السياسة الخارجية الإيرانية وخاصة الانفتاح الإقليمي وموضوع المفاوضات الذي يتخصص فيه السيد باقري كان سيستمر كما كان سابقا ابقى معي دكتور حسين سعود إليك أما الآن فينضم إلينا عبر الانترنت من موسكو المحلل السياسي الروسي أندريا أنتكوف سيد أندريا أحييك على الجزيرة مباشر كيف كان وقع وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيتي وعدد من المسؤولين على روسيا بشكل أو بآخر بداية أود أن نقدم التعزي لديكم في إيران ولكل الشعب الإيراني بالنسبة لما حدث وبنسبة للعلاقات الروسية الإيرانية فدون الشاك هذه السقوط لطائرة المروحية هذا كان شيئا طائريا ليس فقط بنسبة إيران بل كذلك بنسبة روسيا ليس صار أن يوم الأمس مساء كان هناك اللقاء ما بين رئيس الروسي وليم بوتين وما بين الصفير الإيراني في موسكو ومشاركة الوزير الدفاع الروسي ومشاركة السكرتير المجلس الأمن الروسي ومشاركة المسؤولين الروس رفيا الموس والآخرين فلذلك هذا اللقاء بشكل أو بآخر استثنائي في هذه الظروف فلذلك هذا اللقاء يعكس حجم التعاون بين روسيا مجالات بما في ذلك مجال العسكري ومجال الأمني وإلى ما هناك فبتغير الحال روسيا حاليا كثير من التساؤلات توجد في روسيا حول استمرار هذه العلاقات هذا التعاون بين موسكو وتهران مع وصول شخصيات الجديدة لسلطة حاليا شخصيات الفترة المؤقتة وثم بعض الانتخابات القادمة في إيران بسبب أن بتغير الحال روسيا تحتام بهفاظ على حق المستوى التعاون بينها لكن أعتقد أدريع وعفو للمقاطعة لا يوجد ما يشير بشكل أو بآخر أنه من الممكن أن يحدث تأثر من الأساس بعد موت إبراهيم رئيسي فيما يخص العلاقات الإيرانية الروسية يعني أقصد العلاقات كانت قوية وستراتيجية قبل إبراهيم رئيسي وبالتأكيد ستستمر وفق فهم البعض لما بعد السيد إبراهيم رئيسي أنا بصراحة قبل قليل أنا سمعت سؤالكم لديكم في الولايات المطالة الأمريكية وسؤال كان يطالب بخصوص الكنية التقارب بين إيران والولايات المطالة الأمريكية فهذا شيء حقيقة يمكن أن يحدث نحن لا يمكن أن نستثني هذا السيناريو فبتبع الحل هذا السيناريو سأعكس سلبيا جدا على الألعاقات الروسية الإيرانية فلذلك من جديد أقول ما حدث في إيران يوم الأمس هو شيء طاري بالنسبة لروسيا كذلك فوجد فكرة أن روسيا تحتام بحفاظ على الألعاقات الاستراتيجية مع الجانب الإيراني يوجد هناك نوع من التحالف بين روسيا وإيران والصين في مواجهة التحديات صادرة من الولايات المطالة الأمريكية وحلفائها وما في ذلك يوجد هناك تعاون بين روسيا وإيران بخصوص أوكراني بخصوص الأزمات الأخرى في العالم فروسيا تحتام بالبطاة هذا التعاون مع الجانب الإيران ابقى معي سيدة أندريا دكتور حسين يسوء الأخير متعلق بملفات إيران الخارجية خصوصا ما يتعلق بالإقليم سوريا العراق المقاومة الفلسطينية إلى آخر هل من الممكن أن تتأثر بشكل أو بآخر بعد هذه الحادثة الأخيرة أم لا لا أبدا لا أتصور أنها ستتأثر سلبا يعني هناك قرار على المستوى الوطني في الانفتاح على كل دول المنطقة يعني الاتفاق الإيراني السعودي كان هو نتاج لتصور مشترك من قبل إيران والسعودية في آن المعن في أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين إلاقات إيران الآن مع دول الإقليم إلاقات جيدة جدا القطيعة والجفاء تقريبا انتهى هناك مصارحة هناك زيارات هناك تواصل بين إيران ومسؤولي هذه الدول من هنا أتصور أن هذه الحالة ستستمر وقد تتطور إلى مستويات جديدة خاصة بعد طفان الأقصى إسرائيل يعني لم تقوم بحرب ضد غزة حرب برية قامت بإبادة جماعية في هذه المنطقة وهذا يعني جعل كل دول المنطقة تفكر في كيف يمكن للمنطقة أن تتعاون فيما بينها لإبعاد المنطقة عن شبه هذه الجرائم التي ترتكب أو يمكن أن ترتكب في المنطقة الدكتور حسين روي ورعن أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران شكرا جزيلا لك دكتور ومن طهران أيضا ينضم إلينا عبر الإنترنت دكتور محمد مريندي الأستاذ بجامعة طهران دكتور محمد أحييك وللحقيقة دعني أبدأ بسؤال لعل كنا نتحدث فيه مع الدكتور حسين هي مسألة هل من الممكن أن يختلف الأداء الإيراني فيما يخص ملفات المنطقة والإقليم ودعني أبدأ على سبيل المثال بالمقاومة الفلسطينية البعض يقول أو يطرح أن السيد إبراهيم رئيسي راحل إبراهيم رئيسي لم يكن يعني ردود الفعل فيما يخص طفان الأقصى وبعض طفان الأقصى من الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية على قطاع غزة الأداء الإيراني لم يكن هو بالشكل المطلوب والسؤال هل من الممكن أن يتغير ذلك بعد رحيل رئيسي وهذه الإدارة المؤقتة أو بعد ذلك أم لا أم أن الطرح من منذ بداياته هو غير صحيح أنا لا أعتقد أن الوضع سيختلف أو أن الرئيس الراحل الرئيسي كان ربما غير داعم بشكل كاف للمقاومة الفلسطينية وكما نعرف أن معظم الأسلع التي كانت تحصل عليها حماس أو التي كانت كان مصدرها من حماس وكان النظام الإيراني داعما قويا ومؤيدا كبيرا للمقاومة الفلسطينية وكما نعرف أنه فإن إيران لحق بها ضرر كبير من قبل الولايات المتحدة لدعم إيران لقوى المقاومة تحدث عن حماس والجهاد الإسلامي وغيرها وأعتقد أن الوضع سيستمر في موقف النظام الإيراني ثابت في هذا المجال وسوصل دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وباعتقاد بأن النظام الإسرائيلي لن يبقى وسيكون الانتصار للمقاومة الفلسطينية وهناك جهات كثيرة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان تدعم المقاومة الفلسطينية وهذا ربما سيكون له تأثير كبير جدا على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل ومرة أخرى أؤكد على أن النظام إبراهيم رئيسي كان من أبرز الداعمين واستمر ذلك إلى يومه الأخير وكان يتحدث عن هذا الموضوع بشكل مستمر وكان محقا في دعمه وتأييده للقضية والمقاومة الفلسطينية سؤال متعلق بالعلاقات الروسية الإيرانية العلاقات الأمريكية الإيرانية دكتور مريندي هل من الممكن أن تتغير بشكل أو بآخر هل من الممكن أن نرى تقاربا إيرانيا أمريكيا على حساب العلاقات الإيرانية الروسية أم لا أجد ذلك صعبا في الوقت الحالي لأن دعم إيران لحركة حماس ثابت لا شك فيه وسيستمر ذلك الدعم إلى أن تحقق حماس الانتصار وما بعد ذلك أما الولايات المتحدة فأنا تدعم الإبادة الجماعية وتدعم هذه المحرقة وبالتالي فأن الهو بين الولايات المتحدة وإيران هي كبيرة جدا وربما أحاجج أن الهو بين الولايات المتحدة وإيران على مدى أربعة عقود كان مردها إلى دعم إيران للقضية الفلسطينية أما قضايا حقوق الإنسان وغيرها فأعتقد أنها قضايا هامشية فالخلاف بين الولايات المتحدة وإيران كان يتعلق بالقضية الفلسطينية فلن تخيل الآن أنه إذا ما أرادت إيران إذا ما قامت الولايات المتحدة بإبرام اتفاق من الولايات المتحدة على حساب الشعب الفلسطيني فهذا لن يتم فإيران لن تتخلى عن دعمها الثابت والقوي للقضية الفلسطينية لأن يتحقق أهدافهم ولذلك أعتقد أن هذه القضية الأساسية هي سبب الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران والولايات المتحدة في هذا الوقت الذي تضعف فيها قوتها هل تريد أن تبقى عدوة لإيران في الوقت الذي يجهد فيه العالم نهوضا وصعودا لروسيا والصين أم سيستمر في تبني هذه السياسة المدمرة التي تضحي بالشعب الفلسطيني وتضحي بالمنطقة على حساب دعمها لنظام الفصل العنصري لذلك لا أعتقد أنه ثم تتقارب بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي قد يكون لك اتفاق وتوافق بشأن قضايا هنا وهناك ولكن أعتقد أن القضية الفلسطينية هي التي يمكن أن تحول بين تصالح كلا الجهتين أندريا اسمح لي أن أعود لمسألة العلاقات الإيرانية الأمريكية اليوم تحديدا كانت هناك أخبار خرجت عن البعثة الدائمة للجمهورية الإيرانية في الأمم المتحدة تتحدث عن أن هناك مفاوضات بالفعل الجارية بين إيران وبين واشنطن حول البرنامج النووي الإيراني ولربما إدارة الرئيس بايدن حريصة كل الحرص قبل أن تذهب للانتخابات أن تنهي بشكل أو بآخر هذا الملف هل روسيا ستكون سعيدة إذا حدث تقارب إيراني أمريكي أو انتهت إشكالية الملف النووي الإيراني أم لا؟ هناك فرق ما بين تحصيل العلاقات الأمريكية الإيرانية وما بين البرنامج النووي الإيراني استناف المفاوضات حول هذا الموضوع وإحياء الصادقة بسبب أن في المطاف روسيا قد صارت وانتقدت وبشدة الولايات المتحدة الأمريكية عندما انسحبت من هذه الصادقة من هذه الاتفاقية فلذلك روسيا مع إحياء هذه الصادقة مع هذا الاتفاق ولكن في نفس الوقت نعم روسيا قالت من احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستغل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها إيران حاليا لصليحها لربما كسر هذا التحالف من صحة التعبير التحالف ما بين روسيا وتهران وكذلك الصين فلذلك نحن لا يمكن أن نستبعد هذا السيناير أندريا أنتكوفا المحلل السياسي الروسي كنت مع أمين موسكو شكرا جزيلا لك أندريا وعودة للدكتور محمد مريندي الأستاذ بجامعة تهران مرة أخرى دكتور مريندي إيران كانت وما زالت تتعرض لانتقادات كبيرة فيما يخص التعامل مع دول الإقليم التدخل من وجهة نظر البعض في سوريا في العراق وفي دول أخرى هذه السياسة بعد رحيل السيد إبراهيم رئيسي هل من الممكن أن تتغير؟ هل من الممكن أن تتعامل إيران بجدية مثل هذه الانتقادات أم لا؟ هذا يتوقف على من يطرح هذا السؤال أنا كنت في سوريا الأسبوع الماضي والسوريون ما زالوا يرحبون بالوجود الإيراني في سوريا ذهبت إلى إحدى الجامعات السورية والتقيت بزملاء لي في الجامعات السورية وزرتها عديد المرات والسوريون على قناعة بأن إيران ساعدت سوريا في تصدي للتنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة والقاعدة وغيرها وإيران هي دولة التي وهناك نعرف أن الدول الغربية أرسلت مقاتليها إلى سوريا وهي التي تتدخل في شؤون السياسية الداخلية السورية وفيما يتعلق بالعراق ليست إيران هي التي تحتل العراق ولا تحتل سوريا فنحن نعرف أن الولايات المتحدة تحتل حوالي ثلثة مساحة سوريا وتركيا كذلك السوريون هم من يساعدون المقاومة فلعلا لن نتسأل لماذا قامت إسرائيل بقصف السفرة والقنصلية الإيرانية في دمشق مرد ذلك لأن إيران تدعم الحماس والجهاد الإسلامي غيرها من تنظيمات الفلسطينية في حربها لإسرائيل ولكن لم نرى أي دولة تدعم تنظيمات مسلحة في غزة وفي الضفة الغربية وكذلك الولايات المتحدة هي التي تحتل بعض المناطق في العراق والبرلمان العراقي طلب من القوات الأمريكية الانسحاب ولكنها ما زلت موجودة لذلك أعتقد أنه من الإنصاف القول أن سبب المشكلة في المنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس القادم أيًا كان وأعتقد أنه سيواصل السياسة الخارجية سياسة التقارب الإيرانية مع دول المنطقة وكذلك تعزيز علاقات إيران بحركات المقاومة التي تقاوم النظام الإسرائيلي لعله من الواضح أن سبب تمكن حماس من هزيمة النظام الإسرائيلي عسكري يعود إلى شجاعة المناظلين والمقاتلين الفلسطينيين وكذلك بسبب الدعم الذي قدمته إيران لتمكين تلك الحركات المسلحة في فلسطين من تطوير قدراتها وإيران فخورة بذلك الدعم وستواصل ذلك وتستمر فيه دكتور مريندي للحقيقة أنا لا أريد أن أذهب لموضوع إيران والسوريا إلى آخر لكن كان لفت نظري أنك قلت أنك ذرت دمشق ووجدت ترحاب بما تقدمه إيران لسوريا بشكل عام خصوصا خلال السنوات الماضية أنا أعتقد أيضا لو قابلت لا أقول مئات الألاف لربما أكثر سواء من السوريين خارج سوريا أو ما يسمى في الأماكن المحررة في سوريا لربما استمعت إلى رأي آخر فيما يتعلق بالتواجد الإيراني في سوريا أو فيما يتعلق بأداء إيران في سوريا ومع النظام بشكل عام دكتور يعني هذا الاستدراك لا أريد منه أن نواصل في هذه النقطة لكن فقط أردت أن أشير إليه وأريد أن أعود مرة أخرى للسياسات الإيرانية بشكل عام تحدثنا عن إيران والعلاقات مع دول الجوار لكن اسمح لي لولايات المتحدة الأمريكية اليوم قالت أيضا أن إيران تتحمل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بدول المنطقة كيف ستتعامل أو ستتعامل الإدارة الجديدة في طهران مع إدارة بايدن والتي ربما لم يتبقى لها إلا شهور قليلة لا أعتقد أنه سيكون لك أي اختلاف في السياسة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة وتجاه دول المنطقة أعتقد أن إيران ربما تجد حديث الولايات المتحدة عن دور إيران في المنطقة مثيرا للسخرية وهي التي تدعم تتكاب جرائم الإبادة الجماعية إذن لنكون صريحين سبب المشاكل هنا هي الولايات المتحدة والحديث عن تدخل إيران في المنطقة هو يأتي من منظور إسرائيل والتي تقول أن إيران تحاول أن تقوض سوريا لهذا السبب إسرائيل حريص على أن تجعل المنطقة أو تبقي المنطقة ضعيفة وهذا ما من شأنه أن يقوي موقف إسرائيل ولكن دور إيران في اليمن وسوريا والعراق هو يأتي من مبدأ دعم المقاومة الفلسطينية ويكبد وإسرائيل وهي تقتل النساء والأطفال هذا يدمي القلب بالتأكيد ولكنه كشف وحشية إسرائيل ودعم الولايات المتحدة والدر الغربية لإسرائيل فالنظام الإسرائيلي فقد قوته السياسية والدبلوماسية والاعتقاد السائد في إيران بأن النظام الإسرائيلي لن يستمر طويلا وبالتالي هذا ما جعل إيران تواصل دعمها لدول المنطقة والمقاومة على وجه التحديد دكتور بريندي تحدثنا كثيرا عن العلاقات المتعلقة بإيران ودول الإقليم ومريكا وروسيا لكن دعني أنهي معك هذه المقابلة بالداخل الإيراني هل من الممكن أن نرى تغير ما داخل إيران بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي أم لا هذا سؤال وجيه هذا يتوقف على من يفوز في الانتخابات أعتقد أنه بالنسبة للموضوع الأساس الذي سيشغل الناخبين هو موضوع الاقتصاد وكذلك موضوع توسيع العلاقات الخارجية مع دول المنطقة مع روسيا مع الهند مع الصين وكذلك الجنوب العالمي وكذلك انضمام إيران لمجموعة بريكس وغيرها كذلك تمتين العلاقات الإيرانية السعودية ولذلك في هذا المجال أتعقد أنه ثم تأجمع على الصعيد الداخلي ولكن أعتقد أن المشكلة الأساسية في إيران هي الاقتصاد عقب سنوات وسنوات من العقوبات الغربية على إيران ولكن اقتصاد حقق نموا بنسبة 6% ولكن ما زالت الأمور صعبة سيما أن نتحدث عن سنوات طويلة دون تحقيق الاقتصاد أي نمو لذلك أعتقد أن ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن القضية الأساسية التي تشغل بال الإيرانيين هي الاقتصاد والقضية الثانية هي الاقتصاد والثالثة هي الاقتصاد نتحدث عن خلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد وكذلك إذن كل هذه المسالة أعتقدها الأهم بالنسبة للناخب الإيراني وبالنسبة للشعب الإيراني إذلك أعتقد أن علينا أن ننتظر أسماء المرشحين ومن هو الرئيس الذي سيصل لسدة الحكم والذي ربما سيكون حريصا على دعم شبكة الأمان الاجتماعية هل سيكون رئيسا يسير على سياسة الرئيس رئيسي أم رئيس آخر إذن ننتظر ما ستقول إليه الأمور في إيران جزيل شكرا لك الدكتور محمد مارندية الأستاذ بجامعة طهران كنت معي عبر الإنترنت من العاصمة الإيرانية طهران جزيلا لك دكتور